أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إزورانة مازيات في هذه الحلقة وانطلاقها من جبل نفسها سوف نتحدث عن الجذر انسو وخصوصاً كلمة انس بمعنى بت وكل مشتقاتها ومتعليقاتها علاج قلت انس بمعنى المبيت بس لأن انس كذلك عندها يان ياسيا وعندها معاني أخرى واشتقاقها أخرى وزي ما تعرفوا في اللغات الحمية السامية وزي ما اذكرنا في عبدالوس اللغويات أو اللغات الأفرق السيوية أن فيه أحياناً جذور مشتركة لكلمات كثيرة ولكن للأسف الرابط بينها قد يكون مفقوداً ويصعب علينا تخيل هذا الاتصال بين هذه الكلمات فنجد كذلك كلمات مختلفة ومعنى مشترك أو جذور مشتركة ولكن معاني مختلفة وهذا زي ما قلنا بسبب ضياع المعنى أو الجذر المشترك بينها هنا سوف نركز على الجذر المشترك فيما بينها وربما أخصص حلقة للمعاني الأخرى فيما بعد فخلونا من غير ما نكتر الدول نرجعوا لي الجذر عند إموهاغ نجد عند إموهاغ إنس بمعنى نم وعموماً حقيقة إموهاغ عموماً هقار وكلأير وغيرها إنس تأتي بمعنى نم وينسى بمعنى نام بالتعميم وإن كان يعني كذلك الاستلقاء يعني يسترخي أو يسترخي وهو يزل نجد عند قلعة سند بهذا المعنى كذلك وكذلك حسب سياق الجملة تعني قضاء الليل وهذا المعنى تماماً نجده في كل التنوعات الأمازيغية تقريباً فهو بنفس المعنى في نفسها، نظاب، ورقلة، قلعة سند، سوكنة، أجيلة، غات، تمازيغ الأطلس، تريفيت، تقبيلية الأوراس، ومع ذلك لنذكر بعض التنوعات الأخرى الأمازيغية لنجده حاجة أو فارق بسيط جداً عند الزناقة وهو دائماً أمازيغ الزناقة لأنما نفصل في وقت مبكر جداً عن باقي الأمازيغ نجد عندهم السين انقلبت شين وهذا يحصل للفزناقة ويحصل كذلك عندنا في ليبيا في أوجيلة فإنس أصبحت إنش نجد كذلك المشترك في معنى عشاء في أمنسي في نفسها أو الهوغارة عموماً وإمنسي في تشلحيت على سبيل المثال، لكنها لا تخرج عن هذا المعنى في باقي التنوعات الأمازيغية نجد كذلك الفعل سينس بمعاني مختلفة، فمن المعنى الأصلي أبت من المبيت اللي هي نفسها وورقلة ومظاب، تمزيغ الأصلة وغيرها، تأتي كذلك بمعنى أظلم كما هو في نفسها ومظاب أي إطفاء النور فهو سينس وهو ذاته في تشلحيت وتريفيت على فكرة بحكم إن إطفاء النور هو فعل ليلي أو ربما يعني لأن النوم والموت هما مشتركتين فإماتة النار هي سينس، أطفئ النور إذا إماتة النار هو سينس بل نجدها بمعنى التهدئة من الروع، لأن الإنسان يغضب كأن الحرارة ترتفع إلى آخره، نقول سينس بشددة السين طبعاً وهي نفس حالة إطفاء النار، فنجدها في تريفيت، بل نجد اشتقاق أبعد من هذا في القبائلية أسنسي، هو الغضب نفسه والألم بمفهوم الأضاد، وهذا تكلمنا عليه كما قلنا في دروس، اللغويات بحيث يسمى الفعل بنقضه، وهذا حقيقة موجود له في لغات عديدة في العالم طيب، نتقلمنا قبل شوية قلنا الموت، نجد أسنس وتجمع على إسنس عند إموهاغ بمعنى القبر وهذا في الحقيقة يرتبط باعتقاد قديم جداً عند الأمازيغ، وحتى قبل الدينات التوحيدية أن الموت عبارة عن حالة نوم طويلة الأمل يصدق بعدها للإنسان من سباته بمفهوم البعث الذي نعرفه بالدينات التوحيدية، وهذا نجده كذلك في القبور وعلماء العثار لما يدوروا، يلقوا كذلك بجنب الميت أشياء كثيرة توضع معاه، وهذا دليل واضح أن الإنسان في وقت مبكر جداً يفكر في الحياة لما بعد الموت وإيقاظ الإنسان، وهذه موضوحها آخر، ليس موضوع لوية وأسنسو نفسها تعني الإستضافة، أي المبيت ليلة، عند إموهاغ أنفسهم، وأسنسو بهذا المعنى طوّرت لمعنى الهوتيل أسنسو هو الهوتيل اليوم، أو الهوتيل، وهو الفندق أظنني، بالمعنى الحديث وتمسنسيت، وتمسي سيتن، هو مكان قضاء الليل في السفر عند إموهاغ، وأنتم تعرفون أنهم قوم رحل وكذلك نجد كلمة أسنسي وإسنسيتن، وهو القن أو الخم، اللي نقوله لحليه في جبل نفسه أنقو، أي مكان مبيت الدجاج هنا وجب التساؤل أيضاً عن العلاقة بين أقونسو وأقونسو، نقول أقونسو والنس، عوانات داخل أو حجرة المبيت وغيره ما علاقتها بهذا الجدد؟ نجد كذلك طبعاً تعرف أمنسا بمعنى فراش النوم، ونجد اشتقاقات بحالة خاصة في تريفيت تمنسيوت وتمسيوين بمعنى الليالي تمنسيوين تلك الليلة أو كذا، وهو ناذر جداً ولم أسمع عنه في غير الريفية، وربما حتى في الريفية ممات قديم جداً مجرد مدون عندنا في القواميس وخلاص وإمنسي لا تأتي على شكل اسم فقط، لكنها في الغالب تأتي كفعل، فنجد الفعل اللازم منسو بمعنى تناول العشاء ومنسي بمعنى تناولت عشاء أو تعشيت وإمنسو ومنسيوين بمعنى ناولهم الطعام وغيره، يعني تحولت من العشاء فقط إلى الطعام عموماً منسيوين أي منسيو أي ناوله الطعام إلى آخرين على فكرة لقيت معنى رائع جداً للحاضنة، ما كنت نعرفها من قبل، أو الروضة للأطفال وهي تمنسيت وتمنسيين وحتى اليوم ما زالوا يستعملوا القبائل كلمة للمرأة الحاضنة التي تشتغل في الحضانة وهي تامسنسيت وتمسنسيين وهي كلمة جميلة جداً تعجبني بحكم عندي أطفال صغر نجد من المعنى الناذر كذلك في تقبيليت المعسكر في الخلاء تمنساوت وحديثاً نستعملها في معنى الكشافة زي ما تعرفوا تمنساوت تمنساوت وهي فرقة الكشافة الأخيرة، أماكن المعسكر متاع الكشافة ونجد عند الشاوية تمنسيت وهي وقت غروب الشمس وكذلك وقت العشاء في المساء وهو إمنسي إمنسي العشاء نفسه ولكن تمنسيت هو وقت العشاء نجد كذلك من المعاني الحديثة ولكن لها معنى قديم وجذر قديم اللي هي كلمة تانسا اللي هي العنوان لما تقول فكية تانسا لك وشية تانسا لك بمعنى يعطني عنوانك هناك كلمات ربما تكون لها ارتباطات بمعنى مش قولنا عن التانسا اللي هي والعنوان طيب العنوان والهدف والمبيت كلها مشتركة في الفعل السنسا نجده عندهم وهاج مثلاً وغيرهم بمعنى التصويب نحو الهدف في الحرب وإلى آخرهم أحياناً تكون بعض الكلمات مشتركة ولكن لا ندري كيف حصل هذا الاشتراك لوقوع بعض الأفعال فيما بينها وغيابه ونجد كلمات كثيرة جداً في هذا الجذر الهويان ولكن زي ما قلت تانية بيخصصها فقط بمعنى المبيت وكل ما يشتق بهذا الجذر إذن نختمها بقولي تيمنسيوين أي بمعنى تصبحون على خير وزي ما تعرفوا تيمنسيوين من الجذر نفسه وهو انث تيمنسيوين أرتم ليليت إن شاء الله إلى حلقة أخرى ستبقى